يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا الدعي من بخير وصحة وعافية ماذا رايكم في الاضاءة؟ رهيبة صاح؟ صدقوا ما كلفتني الى 30 ريال واحد من الان كان يبغاني اشتري اضاء بألف مدري بألف تسعمية ريال عشان تسويلي اللون البنفسجي والأزرق اللي ورايا سويته بثناثين ريال اذا تبقى تعرف تعال سناب شات بنسولف عنها كلام فاضي نيمح الكهربا امهم يا جماعة واحد من المتابعين قبل فترة سألني في تعليق ساخر منه وقال يا وجيه انت تعتبر نفسك مراجع؟ سؤال جميل سؤال وجيه للأمانة ولكن بعد السؤال حط الاموجي اللي يضحك اوكي برضو مو مشكلة بس بعد الاموجي اللي يضحك كتب ضحكة خمسة سطور ماني عارف يعني حركات انا فاهم ومحنك وانت اهبل وجاهل انا مدرك وما الدنيا وانت ما عندك سالفة ولكن انا مو مستغرب من ضحكة طويلة ولا من سلوبه الغبي يمكن الولد فيه شيء لا سمح الله ما تدري وش ظروف ولا ولكن اللي انا مستغرب منه انه يتوقع انه كلمة مراجع او صفة مراجع معناها شيء كبير وصعب المنال كأن المراجع رائد فضاء ولا عالم فيزيا كونية ولا مخترع صواريخ المهم رد عليه واحد من المتابعين واحد واضح انه فاهم وعنده اسلوب حوار كذا وقال له المراجع شيء والناقد شيء رد خوينا بضحكة طويلة وقال كلهم واحد والوجيه ولا واحد منهم قلت تدري خليني استفيد من المحادثة الغير شيقة هذه واوظف احداثها واسوي فيديو الحبايب المتابعين اشرح لكم فيها الفرق بين المراجع والناقد علشان انتو تستفيدوا وانا كمان استفيد وصديقنا المحنكة بضحكة طويلة يستفيد فيب اضغط لايك واشترك في القناة لو انتم مشترك وخلينا نبدأ اول شي خلينا نعرف ايش هو الناقد او من هو الناقد الناقد خلينا نقول انه شخص خبير جدا في مجال معين جدا خبير خبير اه خبير فاهم محنك يعني لو مثلا انه ناقد فني او سينمائي يفترض يكون عنده خبرة ومعرفة قوية في السينما سواء على الجانب الادبي الفلسفي الموسيقي السياسي التاريقي الانتاجي الاخراجي الدرامي كل شي كده ماسك السينما ومدرك امها مصبوط يقدر يمسك لك كل مشهد كل نص كل لغة جسد كل تفصيل دقيق ويفصفص وفصفصة ويقدر يطلع لك غالبا كل شي حلو فيه وكل العيوب اللي فيه وكل المعاني المستخبية اللي فيه ويقدر يميز الشي الجيد من الغير جيد الشي الحلو من الشي السيء ببساطة كده يا جماعة الناقد عنده نظرة عميقة لكل عمل ينحط بين يده سواء كان فيلم كتاب رواية مسلسل ألبوم جوال مطعم أي شيء وعادة النقاد لغتهم في الكتابة شوية كده صعبة ومملة يعني ممكن أنا وإنت نواجه صعوبة في فهم بعض الأشياء في كتاباتهم مو لأني أنا وإنت جاهلين ولا ما نفهم لا والله يحشاك وحشاني ولكن لأنه ما يخاطبني أنا وإنت ويخاطب الناس اللي يخبر مننا في مجال معين لو فيلم تلاقيه خاطب الكاتب أو المخرج لو رواية تلاقيه برضو يخاطب الكاتب يخاطب دار النشر لو أغنية تلاقيه خاطب الموزع الموسيقي مثلا لو مطعم تلاقيه خاطب الشيف أو كبير الطباخين غير أنه الناقد كتاباته غالبا تكون مرة مملة مرة مملة للقراء العاديين يعني أنا وإنت كده نقرأ سطر سطرين نقفل نطفش نشوف فيديو مدته دقيقة ونص نقفل من أول ثلاثين ثاني مملين ترى مملين ما هو لشيء بس لأنه يتكلم في تفاصيل أنا وإنت ما تعني لنا شيء وما تهمنا كثير وبالرغم من هذا كله إلا أنه كلام الناقد أو كتاباته تعتبر أكثر موثوقية يعني لو في صحيفة معينة أو مجلة أو قناة قررت تنشر كلام عن فيلم معين أو أيا كان العمل رح تختار إنها تنشر كلام ناقد غالبا وبنسبة كبيرة ممكن تنشر كلام مراجعين ولكن الناقد في المرتبة الأولى في اختيارهم لأنه كلامه أكثر موثوقية وغالبا صادر عن علم وعن خبرة والنقد عزيزي الوجيه ينقسم إلى قسمين نقد بناء وهو النقد اللي يتطرق فيها الناقد إلى بعض عيوب العمل وفرص التحسين فيه ويوضح للمخرج أو الكاتب أو أيا كان صانع العمل إنه فيه فرصة لتحسين العمل لو حصل كذا وصار كذا لو كان هذا بدل هذا لو سويت كذا كان صار كذا يعني خلينا نقول إنه النقد البناء عادة يؤثر في صناع العمل بشكل إيجابي ويعطيهم دفعة معنوية ويخليهم فعلا ينتبهون لأخطاؤهم ونقاط ضعفهم وفرص التحسين اللي قدمها لهم النقد بعد كذا النقد الهدام مفروض ما سوي لوبيس كذا نقد كذا بغرب طريقة النقد الهدام عزيزي الوجيه وهو النقد اللي عادة ينسف أم العمل ويظهر لك كل شيء سيء فيه بأبشع صورة ممكنة وفي نقاط ترى مرة كثيرين وقليلين أدب وواقحين ولا يعجبهم العجب ودائما يستخدمون سمعتهم وشهرتهم كنقاط علشان يحطمون ويكسرون مجاديف الفنانين كذا لغتهم قاسية ضد كل شيء حلو ولا سيء كذا نفسيات مرم نفسين وما يعجبهم العجب حتى لو الشيء حلو يطلوا عيوب كذا عنات شيء 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 وللأسف في نقاط ظهروا مؤخرا بالذات مع انتشار السوشال ميديا النقد فوادي وهم فوادي يكتب لك كلام كذا أجوف تحس انه واو إيش الكلام الدب هذا ولكن لما تركز فيديك يتشف انه كلام فاضي ولا يموت للواقع بأي صلة وأكبر دليل للنقاد الرخيصين المرتشين التافهين في موقع روتين توميتو أجل فيلم جوكر تعطوه 60% وانترستيلر 70% وكيوتي وكيوتي حق بيدو فليكس تعطوه 90% انت بعقلك انت صاحي يا مرتشي يا خاين ياللي ما عندك ذنب وضمير فهذولي ما هم نقاد فلا تصدق اي واحد يقول لك أنا ناقل كلنا يقدر نقول لحنا نقاد وما عندنا سالف على كل حال كثير من المخرجين والكتاب دائما يتجنبون قراءة بعض الانتقادات لنقاد معينين لان بعض النقاد زي ما قلت لكم مرة وقحين ويحطمون ويكسرون مجاديف في كتاباتهم كلامهم ممكن يكون صاح زي ما قلت وانتقادهم في محله ولكن لغتهم قاسيا كده يعطيك يكسر لك ظهرك يخليك تندم انك خليت يشوف العمل حقه فيختار البعض عادة انهم يتجاهلون كتاباتهم ويروحوا يقروا انتقادات ايجابية وقراءات تشجعهم ولا تحطمهم عاد تدرون انه في نقات تكون اسماؤهم مستعارة وصورهم وهمية ولا احد يقدر يعرف اي شي عنهم ما تدري وش جنسيته ولا لونه وذكر وانثى ما حد يعرف عنهم شي بس اذا جاء يكتب تلقاه يكتب كلام يا سهدر كلام تحس انه فعلا في ناقد مجرم وراء هذا الكلام يستعينوا فيهم بعض الصحف يكون التواصل معهم كذا بطرق غريبة ما يعرفون عنهم شي هذا الناقد كاتب في صفحتنا مين هو والله ما ندري عنه شي بس يكتب كلام ممتاز اما بالنسبة للمراجع هيركز معايا يا بضحكة طويلة لانه الموضوع جدا بسيط المراجع قد يكون اي شخص في هذا العالم اي شخص في هذا العالم يقدر يقول عن نفسه مراجع انا مراجع انت مراجع انت مراجعة يا رجل بنتي جوت تقدر تسوي مراجعة الموضوع بسيط كل شخص في هذا العالم مراجع شئت ام ابيك بدون ما تدري انت مراجع الا خويا انا بضحكة طويلة هذا وضع مختلف توقع انه يكون بقايا الانسان القديم وعايش في كهف ورابط شعره بعظمة ويخلي واحد يتكلم عنه بلغة الاشارة ووضعه صعب المهم المراجعة ببساطة لو بنحاول نعرفها هي انك تقدم للجمهور للعامة للمهتمين للمستهلكين رأيك وتقييمك الشخصي ووجهة نظرك تجاه عمل معين بدون ما تغوص في التفاصيل الفنية والتقنية واي شي ثاني يعني لو انك بتتكلم عن فيلم معين كمراجع راح تقول مثلا التمثيل حلو التصوير جيد المؤثرات البصرية ممتازة القصة نايمة بناء الشخصيات مش ولابد الممثل الفلاني بالدور الفلاني كان من اهم عناصر قوة الفيلم فيه تويست حصل في اللحظة الفلانية رفع من قيمة الفيلم تحاول تحلل بعض التفاصيل الصغيرة تحاول تستكشف لو فيه رسائل خفية ورمزيات يعني كذا من دون غوص يعني تفاصيل بسيطة فاهمين عليها وفي نهاية المراجعة تعطي تقييمك النهاية للفيلم او العمل وخلاص موضوع بسيط الموضوع ما هو معقد ابدا يا سيدي المحنك يا رجل الكهف يا بضحكة طويلة ومو شرط المراجعة في مجال الافلام اي شي تقدر تسوي له مراجعة طالما انه عندك اهتمام ومعلومات بسيطة في المجال مراجعات افلام وسلسلات جوالات مطاعم كتب اغاني اي شي بمجرد ما تسولف عن تجربتك مع شي انت كذا قدمت له مراجعة ترى الله يعطيك العافية مو لازم تكون انسان خبير وفاهم علشان يقوله عنك مراجع مو لازم تكون قارئ ومتعلم علشان يقوله عنك مراجع يكفي انك تكون انسان مهتم وعندك شوية معلومات وحب للمجال يعني لو جيت مثلا وقلتلك هل شفت فيلم انتوتش بولز الفرنسي وايش رايك فيه خلينا نقول انك انسان مره بسيط وقررت تجاوب اجابك كذا مختصرة وقلت والله يا وجيه فيلم جميل وشخصية ادريس من اجمل الشخصيات الكوميدية والتناغم اللي بينه بين فيليب كان رائع وقد يكون اقوى تناغم شفت في الالفية والفيلم بشكل عام اخذني في رحلة ممتعة ما بين ازقة وشوارع باريس الفاخرة والفقيرة واهم شي ان الفيلم وراني ان الصداقة الحقيقية قد تغنيك عن كل كنوز الدنيا وتقييمي للفيلم يا وجيه عشرة من عشرة شفت الكلمتين هذه خلاص هذه مراجعة الامور بسيطة يا بوضحكة طويلة مرة بسيط الموضوع بسيط وعلى عكس النقات لغة المراجعين تكون سهلة ولا فيها صعوبات ولا تخلي القارئ او المستمع يحس بالملل اذا كل شيء يكون بسيط ما هو معقد الا لو المادة اللي يراجعها مرة معقدة زي مثلا فيلم انسبشن لكن كأسلوبهم في الكلام عادة لغتهم سهلة ما تتوها حد يفهمها الكبير الصغير الجاهل المجنون وابوضحكة طويلة عاد لا ابوضحكة طويلة ما يفهم عليش فاي شخص يعتقد ان المراجعات شيء صعب ومعقد احب اقول لك كلاما غير صحيح درب الان تمسك ورقة وقلم او تفك ملف فورد تكتب رأيك عن فيلم او مسلسل او تكتب تجربتك كيف تجربتك مع الفيلم التمثيل التصوير الاخراج الالوان الموسيقى التصويرية صدقني ما راح تواجه اي صعوبة وراح تطلع في النهاية بمراجعة تقدر تنزلها نصيا في تويتر او انستقرام او تقدر تسجلها بصوتك او تقدر تشغل الكاميرا وتتكلم الموضوع بسيط كلنا مراجعين في هذا العالم شئنا ام ابينا الا صديقنا ابوضحكة طويلة ما يدري وانا اللحظ وبس والله يعطيكم العافية يا جماعة كيف بس وانا معصب بعض الجال سويت فيديو علشانك شوف قديش انت تافه بس سويت فيديو علشانك شان تشوفون قديش احبكم هذا هو عاصي او عاق حمسوي ابوها هذا هو يعني ايش ما احترمني بس سويت فيديو علشانك لانك تستاهل ولاني مهتم اني اغير عقليتك وخليك تحس وتفهم وتستوعب الحياة من حولك يا بوضحكة طويلة يعطيكم العافية مرة ثانية كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم